سألك على دايما نقول اول محمد صلح بيجي دف معي بقى مبسوط جدا عشان هتكلم معي بقى بصفته محلل لحراس المرمى. شو بس الصحفي. ها لسا اقول له والله بره. نخسرنا حارس مرمى. طبع عليك. ودعوا بقرار ان راجل دك كان حارس مرمى يا عشي. صحيح. انتخلت حارس مرمى فين? اه جلدي العالمين. اه اه. يعني حاجات كده. ما كملتش لي بقى. والله يعني. مستوى. لا والله خالص. لا 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 يعني. دورة اللي قادر رياضيين. اه. بص عقدة لاي فريف. بجد. اه. حارس كبير. اي راكف محمد عواد. محمد عواد مظلوم. محمد عواد يستحق يكون حارس منتخب مصر الاول. محمد عوام. محمد عواد من وهو في الاسماعيلي يستحق اكتر من كده وكتير. مم. معندوش كارزمة. تحس ان الاعلام ما بيشوفوش زي ما بيشوفي البقيين. محمد عواد مظلوم. 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 انا لسه فكر في الموضوع ده. محمد عواد حارس مرمى موهوب. مم. حارس مرمى كبير. مم. وبيقدر يتغلب عن كل حقوق حراس المرمى عندهم مشاكل ودفوهات وبيقدر يتغلب على الكلام ده بتدريب. بيقدر يتغلب على الكلام ده يعني حاجات في مدربين حراس المرمى في حتة الطول ومش عارف ايه. وكان انا صريح معاك يعني. ايوة لا. يقدر يتغلب. يتغلب. طبعا. 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 بس هو قادر يتغلب على ده كويس. ويشتغل على ده كويس. وجود مدرب كبير زي يا كابتن ايمان طاهر. فعواد حاليا في الطوب فور. احد اسباب برضو في حالة فوز الزمالك بالدوري هيكون محمد عواد. دفت احد رابع كده. لازم. لازم. عشان برضو انا بقول لك هو مظلوم. يعني نشوف احنا دايما ما بنتكلم عليه. صح. لكن محمد عواد من حراس المرمى الكبار. اللي مركزين جدا جدا. اللي بيشتغل على نفسه باستمرار. بتيجي اوقات بيظلم نفسه ممكن. بيتظلم ممكن. على حساب حاجات تانية. لكن محمد عواد يستحق انه هو يكون موجود في منتخب مصر. مركز. عامل منشاط بشكل كبير. محمد عواد مش حارس مرمى صغير ده جاي حارس مرمى الاسماعيل الاول. محمد عواد ده قسر الدنيا لما لقى في التعاون السعودي. بالمناسبة. بس عشان ما كانش متاح قوي المتابعة لي. لكن محمد عواد من الحراس المرمى الكبار جدا. طيب.